خلونا دلوقتي نروح محافظة المينيا ومرسلنا أحمد الحسيني هناك نعرف منه آخر التطورات الخاصة بالمشروعات التنموية والخدمية اللي افتتحها السيطة رئيس عبدالفتاح السيسي صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا بسان صباح الخير يا مصطفى صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر أنا هنا موجود في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة المينيا الجديدة بمحافظة المينيا في المكان ده كان تحديدا كان رئيس عبدالفتاح السيسي تفقد هذه المدرسة وتفقد كمان الوحدات السكنية اللي تم افتتاحها هنا في مدينة المينيا الجديدة بارح كان يوم غير طبيعي في عروس الصعيد محافظة المينيا كان مجموعة من الافتتاحات سواء في مدينة المينيا الجديدة هنا أو في قرية المعصرة التبعة لمركز ملاوي أنا تبعة المشهد هنا امبارح بالتفصيل في مدينة المينيا الجديدة في الحقيقة يعني اذا تكلمنا عن المدرسة اللي احنا موجودين فيها هنجد ان مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هي واحدة من 19 مدرسة منتشرة على محافظات الجمهورية في واحدة فيهم هنا موجودة في مدينة المينيا الجديدة هذه المدرسة بتتمتع بتكنولوجيا عالية جدا الفصول والمعامل مقامة على اعلى وسائل التكنولوجيا بالشكل حديث جدا المعامل كمان دخلتها مبارح وصورناها يعني كان شيء مشرف جدا ان احنا عندنا المعامل مثل هذه المعامل في مدرسنا هنا في مصر وكمان في الصعيد في محافظة المينيا مبارح زي ما شفنا كمان في المدرسة لقينا ان في طلبة من هذه المدرسة قاموا بمجموعة من الاختراعات وبراءات الاختراع منها تقديم حلول لعلاج الشوكة العظمية وكمان كان فيه براءات اختراع للحد من التلوث والقضاء عليه وبالتالي احنا بنتكلم عن جيل شباب صغير جدا سنوية عامة او في مرحلة السنوية يعني ويبيقدموا هذه الاختراعات وهذه الابتكارات المدرسة هنا بتضم 140 طالب هي طبعا مدرسة داخلي وفيها مجموعة كبيرة جدا من الطلبة المصفوقين لو كلمنا كمان عن الوحدات السكنية هنجد ان فيه وحدات سكنية بتصل ل24 الف وحدة سكنية زي ما تم الاعلان عنه مبارح ضمن تفاقد الرئيس عبدالفتاح السيسي للوحدات السكنية الموجودة هنا في مدينة المينيا الجديدة وتم كمان الاعلان عن توفير او تخصيص 3 مليار جنيه لانشاء وحدات سكنية مستقبلية كمان من ضمن المشروعات اللي تم افتتاحها هنا مبارح في مدينة المينيا الجديدة وسط ترحيب كبير جدا من اهالي الصعيد كان معالجة الصرف الصحي وهي معالجة لمها الصرف الصحي لكي يستخدمها في الزراعات وطبعا معروف ان محافظة المينيا هي مهتمة جدا بالزراعات او بالتوفير الزراعات هنا فطبعا افتتاحات مهمة جدا شاهدناها مبارح وكان فيه يعني ترحيب من الاهالي والمواطنين بكل هذه الافتتاحات اللي موجودة هنا في مدينة المينيا الجديدة او في قرية المعصرة التابعة لمركز مدلوي اليكي بسانت شكرك وتعرفنا منك على كافة التطورات اللي ممكن شفتها في محافظة المينيا شكرك مرة تانية احمد الحسيني